هذا وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المنخ السابع والعشرين والمقرر انعقادها بشرم الشيخ كما كلف الرئيس السيسي رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية للتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية لمصر في محيطها الإقليمية تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة تكليف رئاسة مجلس الوزراء بعد التصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي